الأوزة الذهبية حكاية من التراث الأوروبي كان يا مكان في قديم الزمان كان ولد يدعى داملينغ يعيش في مزرعة صغيرة صباح الخير يا أخوتي حمد لله كان والداه يحابيان شقيقيه نظرا لشدة ذكائهما وحسهما المرهف أرجو المعذرة في ذلك اليوم انطلق شقيقه الأكبر إلى الغابة لجمع الحطل طلب القزم من الشقيق الأكبر أن يسمح له بتناول طعام الغداء معه ولكنه رفض ذلك رفضا قاطعا ظنا منه بأن الطعام لن يكفي لإثنين حسنا Shift أنتقم الرجل القزم من الشقيق الأكبر بأن جعله يضرب ساقه بالفأس وفي اليوم التالي ذهب شقيق داملينغ الثاني إلى الغابة كي يجمع الحطب إلا أنه رفض السماح للرجل القزم لمشاركته الطعام داملينغ هل ستذهب لجمع الحطب؟ نعم لا شك أنه شقيقهم ثالث سأحاول مشاركته طعام الغداء وسأرى ماذا يفعل ما هذا؟ يبدو أن طعامه عادي جدا واخترب الرجل القزم من داملينغ وطلب منه بعض الطعام كما فعل سابقا تفضل طعام لذيذ أعطني المزيد أرجوك طعام جيد أعطني هات أعطني ولكن هذه حستي أعطني سأخبرك شيئا اذهب إلى تلك الشجرة واقطعها هيا انطلق داملينغ إلى الشجرة القديمة ورفع فأسه وهوى به عليها يا للمفاجأة لقد خرجت إوزة ذهبية من الشجرة القديمة يا للروعة يا للروعة وسرعان ما حل الظلام فظل داملينغ الطريق داخل الغابة وسقط في نوم عميق بعد ذلك اليوم الشاق إنه لس لقد رأى الإوزة الذهبية ولحسن حظه لم يرى أحدا قرب الإوزة ما عدى داملينغ الذي كان يغط في نوم عميق وكانت تلك فرصة مناسبة له كي يسرق الإوزة ما الذي حدث يا ترى؟ التسقت يد اللص في الإوزة ولم يعد باستطاعته الإفلات منها ها هو الجندي المكلف بمطاردة اللص لا شك أنه سعيد بالعثور عليه وفي اللحظة التي مد فيها الجندي يده للإمساك باللص التسقت به مباشرة طلب الجندي واللص من الرجل الذي صادف مروره في تلك الآونة أن يحررهما من الإوزة وكانت النتيجة أن التسقت يد الرجل بالجندي وما العمل الآن؟ يجب على هذا الرجل الذهاب لعقد مراسم زواج هذين العروسين أين هو القاضي؟ لقد تأخر القاضي يا حميمتي فعلا أين هو؟ لقد تأخر كثيرا وأصابت الدهش العروسين ها هو القاضي؟ ها هو أنظري لا لا تلمس آه لقد فات الأوان ما هذه الموسيقى يا ترى؟ آه إنها فرقة المدينة وهي قادمة من أجل الاحتفال بزواج العروسين ابتعدوا عنا ابتعدوا ابتعدوا إياكم وأنت المسونة لا لا تبتعدوا في تلك الأثناء كان ملك البلاد قد أعلن للناس جميعا عن حاجته لشخص يستطيع إضحاك الأميرة لأن الأميرة لم تعرف الضحك منذ ولادتها وكان الملك يتوق إلى رؤية الابتسامة مرتسمة على وجه ابنته لذا وعد أن يزوجها لذلك الذي يستطيع أن يدخل الفرحة إلى قلبها ويدحكها تقدم منها العديد من الرجال عارضين أمامها شتى الألعاب ولكن دون جدوى اصدقوا لي عاو ل Bread إِنَّهَا لأْتَضْحَكُ الْتَالِيُ هاه؟ يا إلهي ما هذا القطار العجيب لقد أتى دامليك إلى هنا ظنا منه أن الملك سيجد حلا مناسبا لهذه المشكلة ولكن الملك لم يكن يعرف بالأمر ما هذا السرب من الناس شيء عجيب سيدي أرجوك ساعدنا يا سيدي هيا حاول أن تضحك الأميرة إذا استطعت هيا لم أأتي إلى هنا لهذا السبب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لقى 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 استمروا استمروا وانفصل جميع الأشخاص عن الإوزة في الحال دون معرفة السبب وسرعان مختفت الإوزة الذهبية عن المكان موسيقى وهكذا تزوج داملينغ من الأميرة وهكذا أصبح الفتى الكريم زوجا للأميرة ترى إذا طلبت منه الطعام في المرة القادمة هل سيعطيني؟ لا أدري ربما